موسيقى تحية لكم إن وقتم في حلقة جديدة متجددة من الصحافة اليوم وكل يوم وما زلنا في هذه الأيام العظيمة التي تذكر فيها ابناء اليمن ثورة الـ 26 سبتمبر مجيدة في عيدها السابع والخمسين وكيف أسقط اليمنيون حكم الجبروت وعرش الطغاء والمستبدين سأكون معي في هذه الحلقة اللواء أركان حرب محمد عبدالخالق قشقوش أول ملحق عسكري في اليمن مرحبا بك سعادة اللواء مرحبا بك أخي فارس أحييك ومعي سيكون من كندا عبر الهاتف يحيى الجماعي ناشط سياسي قبل أن أبدأ تفاصيل هذه الحلقة كالعادة أذهب إلى عنامين الصحفة المحلية من موقع قناة اليمن اليوم وأبرز ما ورد فيه أحمد علي عبدالصالح يبعث برقية شكر جوابية لقيادات وقواعد المنتمر الشعبي العام جماعة الحوثي ترفع أسعار الانترنت لصرف المواطنين من شبكات التواصل عصابة حوثية تختطف الصحفي الشرفي من أمام أولاده بصنعاء مصول السفينة تحمل ثلاثين ألف طن من البنزين إلى ميناء الحديدة وكالة خبر ارتفاع واتيرة النهب وسط على الأراضي في أب من قبل قيادات حوثية السعودية النظام الإيراني نظام مارق وإرهابي مؤتمر حيسي احتفل بذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة ميليشيا الحوثي تقصف مجدداً مديرة تحيطة في الحديدة صنعاء ميليشيات الحوثي تفرض ألف ريال زيادة في قيمة إصنوانة الغاز المنزلي كمجهود حربي وكالة الثاني من ديسمبر لماذا أحرق الحوثيون وثائق لوزارة الدفاع بصنعاء تمركز تعزيزات حوثية أطرف تحيطة وقصف كثيف للدريهمي صحيفة عدن الغد البيض الجنوب مسؤولية وطنية مشتركة بين جميع المكونات حزام أبيان ينفي وقوع اشتباكات بمعسكر سبع أكتوبر وقائده عبداللاطف السيد توعد جابر لقيادة الانتقالي عودوا إلى عدن وقدموا النموذج الذي يتعدون الشعب به الهجوم على أراموكو واشتن تستعد لنشر 200 جندي وصواريخ باتريوت في السعودية صحيفة الأمناء قرقاش ملتزمون بدعم اليمن وتصدي الانقلاب الحوثيين اتهامات الانقلابيين بتجنيد 23 ألف طفل انتقال حضر موت يقدموا مساعدات غذائية لمركز القذان بالمكلة نظام الملالي أصبح يعيش في عزلة تامة عن العالم موقع نيوز يمن رغم محاولاتها منعهم مؤتمري الصنعاء يحيون ذكر سقوط الإمامة بمهاجمة ميليشيات الحوثي التحالف يقدموا 30 طقما للقوات الخاصة والأمن العام بالحديدة الحديدة تحشيط قوات تعزيزات حوثية لأطراف التحيطة لليوم الثاني تواليا جينيف وصع اعتراض يمني سعودي التمثيل الغربي يجدد ولاية الخبراء الدوليين بشأن اليمن من الصحافة المحلية انتقلوا من الصحافة العربية والدولية ابدأوا من صحفة الشرق الأوسط وأبرز ما جاء في عنوانها عباس يحمل الأمم المتحدة حماية السلام والقانون الدولي وعاشنطن تؤكد استخدام نظام الأسد أسلحة كيموية في مايو أمريكا تنشر باتريوت ورادارات لدعم الدفاعات السعودية الكويت تعرض استضافة المحادثات اليمنية مجددا إيران ترفع التخصيب وخامنائي يحمل على أوروبا إدارة ترام ترفضه السيرية الديمقراطيين بومبويا يؤكد ضلوع طهران في هجوم أرامكو وروحاني يطالب بأدلة خامنائي يشكك في الوساطة الأوروبية والوكالة الدولية تحذر من توسع التخصيب صحيفة العرب اللندنية أردوغان وعادل عبد المهدي تصدران قائمة المدافعين عن إيران مسقط والدوحات والسعان دائرة الاستقطاب لقيادات الشرعية في اليمن أهلا بكم إذن أبدأ معك السعادة اللواء يعني 57 عاما مر على قيام التورة الوطنية السبتمبرية في السادس والعشرين أو سبتمبر أي في مثل هذه الأيام وكان للجيش المصري ولمصر العروبة والتاريخ والكرامة وموقف لا يمكن أن ينساه اليمنيون سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل كان أيضا لهذه الثورة لا بد أن تقوم ولكن تأخرت من انتفاضة أو ثورة 48 ثم بعد ذلك ثلتها عدة محاولات لكنها نجحت في الأخير في السادس والعشرين أو سبتمبر المجيد ما الذي تعرفه عن هذه الثورة وعن ما سبقها من إرهاصات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بسم الله الرحمن الرحيم بادئا ذي بد اليمن الشقيق حضارة إنسانية حضارة دينية عبر التاريخ ممتدة في جزور تلك الحضارة ومهد ودعم للديانات السموية حتى الديانة اليهودية عندما لجعت إليها وانتشار كبير للديانة الإسلامية في جنوب في بلجزية العربية ومنها إلى شرق أفريقيا حضارات قديمة قرأنا عنها ورواها التاريخ ورواها القرآن الكريم وعرفناها من حمير ومعين وسبق إلى العصر الحديث وبالتالي هذه الدولة الحضارية لم تكن تستحق أن تحكم بهذا الأسلوب الذي كان قبل ثورة 26 سبتمبر فأنا تواجدت في اليمن رزرتها عابرا عام 79 ذاهبا إلى الصومال لعادة تنظيم الجيش الصومالي لكن استقريت فيها قرب ثلاث سنوات في صناعة كأول ملحق عسكري من سبتمبر وكان قبل العيد الخمسة وعشرين للصورة بأيام تحديدا يوم عشر سبتمبر من هذا التاريخ أستطيع أن أؤرخ علاقة شخصية وخاصة بهذا البلد العظيم الذي أعتبره دون مجملة هو وطني أثني إذن اليمن لم يكن بتلك الخلفية وتلك الحضارة يستحق أن يحكم بهذه الخرافات لقد رأيت بعيني بيت الحجر في صنعاء حيث كان الإمام يظهر مدهونا جسده بالفسفور ويصلت عليه الضوء ليظهر كأنه ويقال أنه إله هذا الإله المضيء طبعا هذا استغلال وعصر من الخرافات في الوقت الذي كان تنشر فيه صور الاستعراض العسكري في الميدان الرئيسي الذي سمي فيما بعد ميدان التحرير للجنود اليمنيين حفاه نعم فكيف كان هذه المفارقة كيف لهذا الإله المدعي أن يحكم شعبه إلى هذا المستوى ويوعدهم بمستقبل مشرق نعم على خلال سنوات ليس هو فقط بل والده هو قبل ذلك نعم ليس أن تنتمي إلى الأشراف أن يكون معك صك وفران تفعل فيما تشاء في شعبك ولكن يعني عكس هذا لتنمي هذه الحضارة وتستحضرها وتستلهمها إلى ما هو جديد وإلى هو مستقبل نعم لذلك كانت الصورات صورة 48 ولم توفق ومحاولات بين الصورتين 48 و 62 إلى أن نجحت صورة 26 من سبتمبر نعم أعتقد دون فخر أن الصورات كانت تحتاج إلى دعم إلى دعم داخلي ودعم خارجي الدعم الداخلي كان موجود ولكن كان يحتاج للدعم الخارجي وهو ما لباه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفي المتحف الحربي في صنعاء توجد صورة البرقية التي أرسلت إلى الرئيس جمال عبد الناصر تطلب منه الدعم للصورة اليمنية نعم سعادة اللواء إذا ما تحدثنا أيضا عن المداميك التي سبقتها أو المضامين التي سبقت قيام هذه الثورة يعني لماذا فقط اقتصر على الدور المصري يعني ألم يكن بقية الدول العربية كانت منشغلة أم لم يكن يهمها الشأن اليمني والمنف اليمني الاستجابة السريعة التي كانت للزعيم جمال عبد الناصر أيضا وإرساله الجيش ووقوفه بالمال والسلاح والرجال مع الشعب اليمني في هذا التوقيت جمال عبد الناصر كان رمزا للقومية العربية ورمزا للتوحد العربي ورمزا لجمع الكلمة العربية في مرحلة ما بعد الاستقلال من الاستعمار التقليدي لمعظم أو لكل دول المنطقة وبالتالي أن تطلب دولة الدعم في إطار الجامعة العربية في إطار القومية العربية أعتقد هذا كان الجزء الرئيسي في الاستجابة السريعة للرئيس جمال عبد الناصر نعم طيب ألا تدرك أنه كانت هناك أيضا صعوبات أمام هذا التحدي القائم وستطاع الرئيس الراحل والجيش المصري تجاوزها أو عقبات لا تزالت أذكرها بالتأكيد أن ترسل في هذا التوقيت يعني في هذا التوقيت أن ترسل قوام جيش وصلت إعداده إلى ستين ألف إلى مسافة ثلاثة ألاف كيلو متر ليقاتل ويدعم في مصرح صعب للغاية لم تتوفر له الفرصة في القتال على ما شابهه كأرض جبلية وعرة تفتقر إلى الطرق تفتقر إلى الخرائط تفتقر إلى الموقف الميداني بدقة فإذن ده كلها عبارة عن مجموعة من الصعوبات وبعدين كان هناك يعني عندما تحارب جيش النظامي فهذا سهل جيش نظامي جيش نظامي زي حرب 73 أنت تعرف أين القوات الإسرائيلية وأين مكانها في الزمان والمكان لكن عندما الحرب في اليمن كانت شبيهة بحرب العصابات شبيهة بحرب الإرهاب أنت تحارب المجهول صحيح الظاهر في مواجهة الخفي وهكذا هذه كانت صعوبة ولكن أعتقد البدايات اللي حققت بدايات النجاح ما توفر من المعلومات من القيادة اليمنية والإخوة اليمنيين والقبائل اليمنية الموالية للثورة هؤلاء مهدوا الطريق ووفروا للقوات المصرية جزء مهم من المعلومات التي بنيت عليها البدايات ثم هما كانوا بيعتمدوا على نفسهم في بعض الأماكن بالإضافة للمعاولات اليمنية في معظم المعارك الصعوبة طيب سعدت اللواء ألا تعتقد أنه أيضا الأهمية الاستراتيجية لم تكن تدرجها بقية الأنظمة العربية أو بقية الدول العربية لماذا أيضا لم يكن لها موقف مشرف حينها مع اليمن اليمن وقتها نذكر اليمن الجنوبي على المسمى القديم كان ينتمي إلى الكتلة الشيوعية وكانوا في عدن في تلك الوقت يحتفلون بالثورة الشيوعية 17 أكتوبر بينما كان اليمن ينتمي اليمن الشمالي اليمن الأصل الكبير صنعاء ينتمي إلى الغرب والمتحضر بنسبة كبيرة جدا يعني وبالتالي المرحلة دي كان فيها يعني شد وجذب وبالتالي نقدر نقول أن اليمن على بوابة البحر الأحمر وعلى مدخل باب المندب وعلى حدود دولة وقتها كانت في المعسكر الشيوعي هذا كان متطلبات كثيرة تلقى على عاتق اليمن أن تنجح فيها بالمعاونة الأخوية من الجانب المصري وأعتقد أن هذا نجح بنسبة كبيرة للغاية بل بالعكس فيما بعد ولاحقا في بداية التسعينيات أقيمت وحدة يمنية هي الأطول والأثبت في الوحدات العربية الوحدة المصرية السورية استمرت ثلاثة أربع سنوات عندما انضم ليبيا عندما انضم العراق عندما انضم آخرين عندما بني التجمع العربي للأردن ومصر والعراق واليمن كل هذه التكتلات والتحالفات والوحدات لم يكتب لها النجاح والاستمرار لكن الوحدة اليمنية من 92 حتى الآن إلى أن يتخطى اليمن هذه الكبوة الحالية يعتبر من نموذك للوحدات العربية النجح أرجو أن تبقى معي ساعة اللي وأذهب بلظيفي عبر الهاتف من كندا يحيى الجماعي ناشط سياسي مرحبا بك يا أستاذ يحيى مرحبا بك يا أستاذ ومساء أستمرين لك والبنزة الكريم وجميع المشاهدين الله يخليك والشعب اليمني يعيش هذه الفرحة بالعيد السابع والخمسين لقيام الثورة ستنبرية التي أسقطت عرش الطغاء وحكم الجبروت والاستبداد والتخلف والرجعية ماذا يعني لك أنت هذا اليوم وماذا يعني أيضا بلسان حال جميع أبناء الشعب اليمني إذا ما استطعنا أن نصل إليهم أو يستطعنا أن نصلوا رسائلهم بالله الرحمن الرحيم في السبتمبر في الحقيقة ثورة 26 سبتمبر تعليل يعني شخصيا وتعليل كثير من اليمنيين هو في البداية استعادة الهوية فبثورة 26 سبتمبر استعادنا هويتنا اليمنية وتحولنا من حكم الفرد وحكم الطائفة وحكم الملة وحكم السلالة إلى حكم الشعب إلى حكم الجمهورية سبتمبر يعني لنا أننا استعادنا حريتنا واستجلالنا استعادة الهوية اليمنية أيضا بالسبتمبر السعادة اليمنيون وحدتهم أيضا بالثورة 26 سبتمبر استطعنا أتخلص من الاستداد الذي زرعه الآينات في شمال اليمن أيضا في السبتمبر استطعنا أن أتجاوز نصفة الأمية المطبقة والذي كانت لا تجد مدارس قبل ثورة 29 سبتمبر في شمال ولم يكن يجد صحة ولا تعليم ولا شيء السبتمبر يعني لنا ميلاد جديد وتعتبر هي الثورة التي أنقذتنا من الفناء والإنقراض نعم طيب أستاذ يحيى رغم كل التضحيات التي قدمها أبناء الشعب اليمني والجيش المصري والأشقاء أيضا في مصر في الماضي إلا أن البعض يتحدث أنه بعد 57 عام نتحدث عن وقد هذه الثورة يعني شيء فاضح أنه لم يحافظ عليها أبناؤها أو هذا الجيل لم يحافظ على أو لم يعي مدى تلك التضحيات التي قدمت من دماء من أبطال من شهداء من جرحة سواء من شعب اليمني من الثوار طلاع الثوار أو من الجيش المصري أيضا أخي الكريم ثورة 26 ستمبر غير قابلة الوقت والإجراء والاندفاع ثورة 26 ستمبر أتت كنظال وكنتيجة ومحصلة لنظال اليمنيين وقسم اليمنين قواتل بن الشهداء وأيضا قمنا في مصر قدموا شهداء ونشكر مصر على ما قدمت لليم في ثورة 26 ستمبر أما المشاريع التي تريد أو المحاولة التشكيك في ستمبر وأهدافها العظيمة فهي أصوات وفبر أصوات مشار فلا يمكن أن نعود من تحت اسم الجمهورية اليمنية إلى المملكة المتوكلية والمملكة الحوضية وما إلى ذلك ستمبر باقي وإن كنا نمر الآن في فترة انتكاثة نتيجة لاتخاذنا القوى الوطنية والحفاظة الضيجة ولكن ستمبر باقي وسوف يستعيب اليمنين ثورتهم ويحققوا كميع أهدافها التي حققها منها السفية ويجب أن تتحققها الباقي تتمبر غير قابل للنقاش وغير قابل للإنقراض فهو من خلق ميلاد اليمن الجديد نعم إذن أرغون تبقى ما يعود إليك سعادة اللواء إذا ما تحدثنا عن ما بعد الحصار الذي حصل للعاصمة صنعة وانسحاب الجيش المصري في 67 ظلت الحرب لأكثر من سبع سنوات حتى جاءت المصالحة الوطنية هل كان الانسحاب انسحاب الجيش المصري يعني مؤثرا أو أثر سلبا على استمرار وديمومة هذه الثورة أم كان لابد من ذلك الانسحاب الجيش المصري في أتم الانسحاب في 23 نوفمبر سنة 67 يعني آخر جندي غادر الحديدة كان في هذا التاريخ وهذا التاريخ وهذا الحدث كان مرتبطا بهزيمة حرب 67 اللي احنا بنرخها ونرخها لعالم كله أنها هزيمة بلا حرب أنا حضرت هذه الحرب ولم نرى القوات الإسرائيلية مطلقا بل صدرت أوامر الانسحاب وانسحبنا دور أن نرى القوات الإسرائيلية ربما من اشتبك مع القوات الإسرائيلية يتعدى 5% من القوات في منطقة العريش ولبنى وجبل الحلال ومذكرات موشى ديان تعكس كيف حارب المصريون ببسالة لكن عندما أتى النهار كان للإسرائيل قوات جوية المصرية ليس لهم قوات جوية فتغير الموقف القوات المصرية دخلت حرب 67 وتلت قواتها في اليمن المهمة اللي كانت بدأ بقوات صغيرة ثم تراكمت إلى وسط إلى هذا الحد لأن المجال مجال الصراع كان بيزيد في اليمن مجال مقاومة الصورة كان بيزيد بعض المساعدات الخارجية كانت للمضادة كانت موجودة وبالتالي كان هناك أهمية لزيادة القوات المصرية والقوات الليمنية والانتشار الجغرافي على كل الرقعة الليمنية ولكن لا نستطيع أن ننكر أن وجود هذا الكم من القوات المصرية كان له أثر أو كان له علاقة بهزيمة 67 نعم لا نحمل اليمن هذا ولكن هذا القرار اتخذ قرار 67 اتخذ ومصر تعرف أن لها قوات في اليمن بهذا الحجم نعم ولكن ربما كانت حرب 67 مظاهرة أكثر من أنها حرب نعم ولكن نقول أن الفترة اللي عادة الجيش المصري مع الجيش اليمني 62 شهر أعتقد الجيش اليمني اكتسب خبرات من الجيش المصري والجيش المصري أيضا اكتسب خبرات من الجيش اليمن الجيش المصري اكتسب القتال في المناطق الجبلية المناطق الوعرة محدودية المياه محدودية الطرق المناطق المسيطرة أعمال المظلات والصعقة أنا أنتمي للمظلات وأخي الفاضي القائد اللي هو سعد يتكلم مع حضراتكم المنطقة الشرقية إلى الشمال إلى صعدة ثم تنحرف شرقا إلى صرواح ومقرب وهكذا انتشرت القوات أيضا الجيش اليمني استفاد من الجيش المصري وده حتى دلوقتي احنا بنعبر عنه بالتدريبات المشتركة وقت السلم عشان نستطيع أن تكون هناك معزوفة قتالية متناغمة وقت الحرب نعم في إطار عربي مشترك نعم بانسحاب سؤال حضرتك بانسحاب القوات المصرية في هذا التوقيت اعتمدت الثورة اليمنية على نفسها في الفترة دي وفضرت معتمد على نفسها رغم الضغوط الشديدة اللي وجهت اليها لأن الجانب المعادي اعتبر ان انسحاب القوات المصرية هو نهاية الثورة اليمنية ولكن الاخوة في اليمن خيابوا ظنهم خيابوا ظنهم واستحملوا الحصار وقاموا بأعمال قتال نشطة وحصروا إلى أن انتصرت الثورة وأنا أذكر في صنعاء وأنا حضرت العيد الخمسة وعشرين للثورة في ميدان السبعين الذي يرمز إلى هذا الصمود اليمني لإنجاح الثورة اليمنية اللي بعد كده انطلقت إلى أفاق بعيدة لغاية قبل هذا الموقف الحالي مع الحسين بل بالعكس يمكن أثناء الإمامة وما بعد الحرب كان هناك عدم انسجام بين اليمن وبعض الجوار العربي لكن نجحت الثورة على مداها أن تكون في النهاية دولة يمنية منسجمة مع الجوار العربي بل بالعكس هي كانت تعتبر جزء من مجلس التعاون الخليجي وكانت على وشك أن تكون عضو فاعل لأن التكامل الخليجي اليمني اليمن دولة فيها كسافة سكانية فيها قوة بشرية تستطيع أن تعود النقص في القوة البشرية لبعض الدول الخليجية وبالتالي نستطيع أن نبني جيش عربي في هذا المجال يكون تأثيره أقوى مثلا من قوات شبه الجزيرة وهكذا وبالتالي أعتقد أن العمل الحوسي والعمل الإيراني أحد أهدافه ضرب هذه العلاقة ضرب العلاقة أن اليمن لا يكون جزء من مجلس التعاون أن لا يكون جزء فاعل في شبه الجزيرة العربية أن لا يدعم ضعف القوى البشرية في بعض الدول العربية نعم فكان مكان وأريد هنا أن أقول لو سمحت لي أريد أن ألقي الضوء على القبيلة الحوسية طبعا عندما نرى الموقف الحالي والتمدد الحالي البعض قد يتخيل أن الحوسيين قبيلة ضخمة أو مجموعة من القبيلة ضخمة الحوسيين قبيلة صغيرة تعيش في صعبة الشمال أقصى الشمال وجزء منها في الجوف في شرقا نعم وأنا زرت هذا المكان أنا في تعرفي على اليمن كأول ملحق عسكري زرت اليمن كلها وزرت صعبة وأعتقد أننا شربنا شاي في هذا المنزل كلام دي كان سنة 88 قبيلة صغيرة وقتها لو تلتنا عن انطباعي هقول لها حتى أننا انطباعي كان أتكلم مع أخوة يمنيين بسط بسطاء يتكلموا عن الزيدية واعتزاجهم بالزيدية والإمام زيد وأنه كيف كان أحد شيوخ الإمام الشافعي وهكذا كان هذا هو الحديث وأعتقد أن لم يكن في هذا التوقيت أي خلل عرقي أو قبلي في اليمن بالنسبة لهم نعم طب لماذا حدث لو بصنا الموقف اعتبارا من الثورة الإيرانية هناك علاقة خاصة ربطت بين بدر الدين الحوسي والإمام الخميني نعم والبدر الدين الحوسي صافر إلى الإيران وأقام في قم قرابة ست سنوات في الفترة دي كان هناك علاقة وإفاد الحوسيين الشباب تحت سطار البعثات التعليمية ذهبوا إلى هناك إلى هناك ولم تكن بعثات تعليمية فقط ولكن كانت بعثات تعليمية وشيعية متشددة مثل الإسنعشرية الدموية وحرس ثوري وجيش موازي الجيش الدولة وأشياء كثيرة وماليشيات مسلحة والآخره نعم لما القبيلة الصويرة دي بعتت شبابها في هذا التوقيت اللي هو التمانينيات وخلصهم عملت إيه خادت بعض النمازج من بعض القبائل وبعتتهم أيضا نعم لما عادوا لليمن كان الحسين لهم لهم مندوبين أو لهم مندوبون في قبائل يمنية أخرى صحيح فعندما قامت الحركة الحسية كان لهم من يعاونهم حاولوا يظهروا أنهم قبيلة قوية مسيطرة متمددة في كل اليمن بشبكة عن كبوتية لكن الحقيقة غير ذلك من ساعدهم من أوفدوا إلى إيران وتشبعوا بالفكر المتطرف وعادوا بهذا الفكر واللي كانوا في العشرينيات من عمرهم في الثمانينيات هما في الخمسينيات دلوقتي هما القادة اللي موجودين دلوقتي نعم ولكن هذا الكلام ليس نتاج ليس نتاج القبيلة الحسية اللي أنا شفتها سنة ثمانية وتمانين نعم ده نتاج إيراني ده نتاج وأتعلم أعتقد اللي كان موجود ربما يكون حسين الحسية ربما وبدر الدين ما كانش موجود أو كان توفى بقاله سنة أو سنتين هذا العبد الملك كان غير موجود بالمرة نعم التوقيت ده اللي أنا بأوصفه لحضرتك كان طبع القبيلة اللي أنا شفتها دي بين الناس دول بالكاد تستطيع أن تؤمن صعدة بالكاد صحيح وربما لا تستطيع وحتى اللي حصل بينها وبين الدولة اليمنية 2004 وكده كان الموقف مختلف لكن عندما تدخل الإيرانيين بعمق لهدم الدولة اليمنية وهدم الوحدة اليمنية وقطع الاتصال بينها وبين شبه الجزيرة العربية ومجلس التعاون العربي وتهديد باب المندب تهديد باب المندب يعني يعني تهديد الملاحة الدولية وتهديد قناة السويس نعم لأن الإيرانيين كما يعادوا اليمن يعادوا مصر بل رغم أن مصر مدت يدها للمصالحة في أشياء كثيرة ولكنهم كانوا متمسكين بأشياء ضعيفة جدا زي مثلا مسمى شارع أو ميدان لإسم من قتل أنور السادات يعني هل هذا لما يكون مطلب يبدو قيمة مبررات لقيمة إذن أرجون تبقى معي سعة اللواء سأعود إليك أذهب أيضا مقددا إلى يحياء الجماعي في كندا أستاذ يحياء أمام هذا التحدي اليوم التضحيات كما ذكرت لك أبناء الأباء والأقداد وطلائع الثوار يعني هل سيتركها أبناء الشعب اليمني تذهب سدة أم أن الأيام القادمة كفيلة بالحفاظ على الثوابط الوطنية وعلى أهداف الثورة السبتمبرية وعلى الحفاظ على كل مقدرات الوطن وفتح صفحة جديدة ومهما طال الظلم واستبداد هذه الميليشية والتلاعوة الدولي بالملف اليمني ستسقط كل هذه المؤامرات وستنتصر الإرادة الشعبية وتذهب هذه الميليشية مثلما ذهبت ذيول الإمامة إلى مزبلة التاريخ أخي الكريم الثورة السبتمبر مثل ما قلنا أشتر محصة من ضالات ثورة ستوريا 48 ومن ثم الثورة الأخرى بالجازة الأحمد السلايا 1955 أيضاً التسلسل التاريخي للثورة اليمنية يؤكد لنا أن الثورة بادية مهما جرت عليها المؤامرات ومهما تآمر عليها البعض ومهما جرى من خذلان في الوقت الحالي والقضية اليمنية ولكن النحسالات اليمنيون في كل مكان حتى أعداء السنبر يحتفلون به ما يدل على عظمته وما يدل على أن هذه الثورة لا يمكن أن تنظر نعم أو لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن أن تنظر ما أود بالتأكيد بس على الضيفك الكريم أن الحوتي لا يوجد لدي أنصار في المحافظات أو المناتق الأخرى خارج صعدة ولكن توجد هناك كم يمكن أن تنظر كم يمكن أن تنظر لا يمكن أن تنظر أن يعتقدون الفكرة الأئمة الحوتيين هم الانتداد الطبيعي للأئمة الذين حكموا اليمن برابة ألف مئتين سنة وأن كانت هناك خطرة الضعاف الحوتيين هم الوريث الشرعي وهم من يمارس نفس اسلوب الأئمة في الدسل والسلب والتفجير هم نفسهم الذين يجمعون الحريات وهم نفسهم من يحاول وقت سورة الشرعي نعم طيب أستاذ يحياء لماذا أعطيت هذه الميليشية رغم أن نحن نعلم محدوداتها يعني أعطيت أكبر من حجمها نحن نتحدث عن ثلاثين مليون عن ثلاثين مليون حر عن جيش وطني ما زال قائم عن أبطال من أبناء القبائل قدموا أرواحهم عن ثوار عن شعب يمني واعي ويدرك مدى خطر تلك الحقبة الزمنية التي عاشها أبناء اليمن لماذا اليوم هذه الميليشية أعطيت أكثر من حجمها وخمس سنوات تكاد تنتهي أمام ميليشية يعني ربما القوات المشتركة في الساحل الغربي قطعت مسافات ثلاثمائة وخمسين كيلو في عدة أسابيع وعدة أشهر إذا وجدت نية حقيقية لتطهير البلد من هذه العصابة من حقيقة أعتقد أن نحن كأيمنين ما قدرناش نسوّت مجريةنا أكثر يعني الحوزين جماعة إرهابية لا تقل عن داعش والقاعدة في شيء لا تقل عنهم في شيء إحنا لن نستطيع أن نوصل هذا للعالم مما أدى إلى تعاطف ولم يتم وكم منع القوات المشتركة من حسب معركة الحديدة معركة الحديدة كانت أن تحسام وكانت القوات المشتركة على أبواب الحديدة ولو حسبت الحديدة لحسبنا بعدها ولو تم توقيف أحد المناثب التهريب أو الشرائيين الرئيسة التي تغل هذه المشتركة ولكن نحن كأيمنين يجب أن أول شيء أن ننشر قضيتنا في كل مكان وأن نعرف العالم أن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية لا تقل عن داعش والقاعدة في شيء وهي أسوأ منها تستمت كل أدبياتها من أدبيات لا توقف للدين الإسلامي أو للزيدي أو لا أي شيء بطلاه بل هي أذكار ومبادئ كهلوتية ظلامية حكمة اليمن من فترة وهي الآن تحاول حكم اليمن من جديد أشكرك وصلاة الرسالة السوديحة الجماعية الناشط سياسي كنت معي من كندا شكرا جزيلا لك أعود إليك سعادة اللواء إذا ما تحدثنا عن أهم المحطات التاريخية للبلدين الشقيقين الحميمين صديقين المصر واليمن على مدى يعني 57 عاما من هذه الثقافة والمروث الشعبي والعلاقات التي ربما فريدة في المنطقة برمتها تختلف عن بقية الشعوب الأخرى نحن نعتز بهذه المرحلة تماما كشعب مصري قدم عن طيب خاطر هذه المعاونة لأحد الأشقاء المؤسسون في الإطار العربي اليمن دولة مؤسسة الأمم المتحدة اليمن أحد ثلاثة عشر دولة أسسوا الأمم المتحدة عندما كان قوامها 57 دولة فقط طبعا هنا هيك عن الأجمع على الدول العربية لكن الروابط اللي أنشئت بين البلدين وأرسئت بين البلدين منذ 26 سبتمبر 62 قائمة حتى الآن وستستمر إلى ما شاء الله وما قدم من عون للشعب اليمني نعتبره أنه في إطار الأخوة وفي إطار الصداقة وفي إطار الأمن القوم المشترك وفي إطار العداء المشترك نعتز بهذا وإحنا ترجمنا الكلام ده في وجودي في صنعة أنشأنا جناح لمصر التعاون المصري اليمني في المتحف الحربي أرجو أن اللي ما زرهوش يزوره موجود في الطرقة في الدور الأرضي من بعد البرقية الرئيس جمال عبد الناصر إلى عودة القوات المصرية في نوفمبر سنة 67 يخلد العلاقة العسكرية فيه على مدخله جنديين متماسكين واحد بالزيل اليمن واحد بالزيل مصري صور للمعارك على الخرائط صور للشهداء وأسميهم خريطة كبيرة للعمليات مقتنيات الأسلحة التي تخدمت في القتال في العرض المكشوف وإحنا افتتحنا هذا المعرض في 26 سبتمبر أيضا سنة 88 ودعى إليه جميع طوائف اليمنية في ذلك الوقت من القيادة اليمنية ورئيس الأركان اليمنى العقيد البشير وقتها الرتب كانت وقتها متوقفة عن ضربة العقيد لكنه وقتها كان يتساوي اللواء أو الفريق وكان موجود أيضا المرحوم الرئيس عبدالله السلال وآخرين وأنا أرسلت لحضرتك مجموعة من الصور تذكر هذا الكلام نعم وتذكر هذه العلاقة موجودة موجودة الصور ومتعرض لها إن شاء الله أيضا أذكر جزئية غير رسمية من الشعب اليمني عندما حاولنا أن نطور مقابر المصرية الشوداء في الحديدة وجمعنا بعض الجسامين اللي كانت في العراء ووضعك هذه الصور نشاهد دارسة العقيد البشير وده التمثال اللي بقول لحضرتك عليه والرئيس عبدالله السلال في الخلفية من وراء لو حتفرها كلها ممكن أتكلم عنها آه تفضل ده صديق عزيز هو القائد أبو عمار في زيارة لليمن الصورة دي في منزلي هو كان صديق عزيز هو وأخوه المرحوم السفير جمال عرفات ده الافتتاح وده البشير يقبل طفلة وطفل اللي هما افتتحوا دول أولادي بنتي وابني هما حاليا كبروا بقى يا ابنتي بقى أستاذ مساعد في كل الطب وابني بقى مهندس كبر يعني لكن هذا تاريخ هما بيعتزوا به أيضا كما اعتزوا به لأنه جزء من حياتهم وجزء من طفل ده النظب التسكيري اللي أعيد في الحديدة للشهداء ده بقايا عرش بلقيس ده رفع العلم على النظب التسكيري في الحديدة أنا لابس بحرية مش جيش لأن أنا البدلة بتاعتي كان المكواجي عمل فيه بعض الإصابات فاضطرتها لبس لأننا عملنا الحفلة دي في وجود سفينة بحرية ده رفع العلم المصري على السفارة المصرية بعد عودة مصر للعرب وعودة العرب إلى مصر ده أحد احتفالات أكتوبر وده الإخوة اليمنين يشاركون هذا بكلمات طيبة وتعبيرات طيبة ما زلنا نذكرها نعم طيب سعادة اللواء فورات تعيينك أو مجرد أن تعيينتك كملحق عسكري في اليمن ممكن تتقول لنا ما هي أيضا الإجراءات التي أو التعاون المشترك الذي كان ما بعد هذه المرحلة يعني ما بين الجيش المصري والجيش اليمني في مختلف المجال بالإضافة تعاوننا في إنشاء كلية القيادة والأركان كلية القادة والأركان المصرية وحضرنا معهم دورتين بعد كده هم اعتمدوا على نفسهم وهم خرجوا معظم القادة العظام اللي موجودين في اليمن من هذه الكلية التي أخذت أحد أماكن المقدمة في هذا المستوى في الوطن العربي أنشئ فيما بعد كلية الدفاع الوطني كصرح للأمن القوم اليمني والعربي بعثات متبادلة وانا موجود أوفدنا إلى القاهرة جملاء أعزاء جدا في جميع المعاهد العسكرية الكلية الحربية كلية القيادة والأركان كلية كلية الأكاديمية الناصر العسكية العليا اللي هما تبواء المناصب القيادية القيادية الكبرى وانا موجود لكن تلمزتهم وفيما بعد هما موجودين ده تعاون ويعني نذكره بالخير بين البلدين الشقيقين نعم أنا بس أحب أذكر بجزء ليس رسمي عندما شرعنا في بناء النصب التسكاري في الحديدة للجسامين المصرية اللي كانت منتشرة هذا النصب التسكاري بني وأهل خدنا قطعة الأرض دي من المحافظة الحديدة حينئذ هو صورها ووصلها ميا مشكورا وقام بالبناء على نفقته الخاصة الشيخ الأصبحي صديقي العديد الشيخ الأصبحي هو يعرفني بأبو عمر ده من يقول لي يا أبو عمر يا أبو عمر ونفذ هذا الكلام على نفقته الخاصة وقال قولا يظل في أذني إلى نهاية الحياة يعني قال عندما كلمته في التكلفة قال أن نقطة دم سالت من الجند المصري هنا وأنا شاهد عليها لا تساوي هذا نعم ولما خلص هذا الكلام وفتتحناه بهذا الاحتفال هدية رمزية يعني فقال لا مش هدية رمزية أنا عاوز خطاب من وزير الدفاع المصري حينئذ المرحوم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وأبلغت هذا الكلام لمصر وأرسل خطاب شخصي بخط اليد على ورقة بردي من المشير أبو غزالة للشيخ الأصبحي وغلفناه وبروزناه وأهداناه له في السفارة في مكتبي في حفل كبير لكن سأظل إلى إلى ما لا نهاية ويذكر التاريخ هذا الرجل العظيم نعم الذي أدى وده نموذج للعلاقة المصرية اليمنية على المستوى الشعبي نعم ما لهاش علاقة بالمستوى الرسمي خالص صحيح لكن أنا عندي صدقات كثيرة عندي دكتور عبد العيز المقالح رئيس الجامعة دكتور كباب وزير الدفاع طيب سعادة اللواء اليوم لا أريد أن أقطع أقطعك بس معذرة أنه الوقت يكاد يعني يلاحقنا إذا ما تحدثنا اليوم جميع الأنظار في الوطن العربي رغم تعاني من مآسي إنما لا زال الرهان على قلعة الأمة العربية والإسلامية مصر مصر العروبة ورغم المؤامرات التي لا تزال تحاك بإذن الله سوف تتحطم على يعني صمود الشعب المصري وعلى وعي القيش المصري لكن ما الذي ممكن أيضا في ظل ما زال الصراع القائم في البلد في اليمن أن يكون أيضا للدور المصري في حل حلة القضية اليمنية مثل ما كان لها دورا بارزا وطنيا عربيا عروبيا منذ سبعة وخمسين عاما مصر لا تدخر جهدا وآخره كلمة الرئيس السيسي في الأمم المتحدة الدورة 74 عندما تكلم على مشاكل المنطقة العربية وكان أحدها المشكلة اليمنية الواجب حلها مصر لن تدخر جهدا في إطار الجامعة العربية في إطار أن مصر والرئيس السيسي ورئيسة الدولة الإفريقية الحالية كدولة جوار في الإطار العالمي في الإطار المؤتمر الإسلامي في كل الأطر التي يمكن أن تناصر القضية اليمنية العادلة نعم لا يمكن أن تختطف ثورة بهذا الأسلوب أو يستولي على وطن هؤلاء الميليشيات بدعم الحاجة الثانية يجب أن تحاسب إيران على هذا تحاسب منطقيا ودوليا وإقليميا لكن أنا يعني أنا كرجل عسكري سابق بأنصح هل الحسين عندهم تكنولوجيا الصواريخ والدرونز الطائرات المسيرة عندهم؟ لا ما عندهمش إذن دي قادمة من إيران وتشغل بواسط إيران أنا بأرجو وأناشد الأخوة اليمنين عسكريين أو مدنيين الحرب العصابات والحرب الميليشيات تعتمد في 80% منها على المعلومات هذه الطائرات مش مخزنة في السماء مخزنة في مكان ما في اليمن الصواريخ البلستية مخزنة في مكان ما في اليمن في أكثر من مكان وتأتي من طرق إذا ما جاتش من المواني الرئيسية من الحديدة أو المخة أو ميدي أو عدم ستأتي من المواني الصغيرة من المكلة وشرقا حتى عمان أرجو مراقبة هذا الطريق جيدا لأنه ممكن يأتي من سفن كبيرة إلى سفن صغيرة إلى مركبات اختراق للمنطقة حضر موت مقرب إلى عمق الدولة ولكن نستطيع 30 مليون عين يمنية أن تراقب أرض اليمن جيدا وتبلغ عنها لأن هنا سيتم استهداف هذه الأهداف بسهولة وتبلغ عنها وتبلغ عن حركتها وانتقالتها من موقع إلى موقع لأن ده سيقلم أظافرهم من ما يستقدمونه سعدت اللواء من خلال تجربتك العسكرية مثلما ذكرت مع هذه العصابات هل يعقل أنه سيجدي بعد كل هذا التحديات أن تنصى إلى السلم والسلام وتسليم السلاح وتنفيذ القرارة 22-16 أم أنه لابد من الحسم العسكري وكلما تأخر كلما كان في صالح هذه الميليشية وفي صالح التمدد الإيراني الفارسي في المنطقة لا يوجد عندما يكون عندما طرف يحقق بعض المكاسب على الأرض لا يقاد إلى برغبته أو غير رغبته إلى طاولة المفاوضات نعم وهذا الكلام حصل مع مصر وإسرائيل سنين خلال احتلال سيناء ولكن عندما حصلت حرب أكتوبر 93 والنصر اللي حصل وهزيمة الجيش الإسرائيلي رغم أنفه ده اللي ساعد على طاولة المفاوضات فيما بعد ووصل الاتفاق السلام فأعتقد أن الشعب اليمني والجيش اليمني وينبذ يعني يخلي باله من الطعم اللي بيلقى من الخارج للبعض عن الشمال والجنوب صحيح اليمن الشمال والجنوب ده طعم اللحمة تستمر موجودة وتنبذ وتتحد ونحقق نصر على الأرض نعم عندما نحقق نصر على الأرض قد يكون نصر غير كامل لكن قد يكون نصر مرحلي يخسر الطرف الآخر فيه أشياء هامة نعم في هذه الحالة ممكن أن يتحرك إلى مائدة الكمفاوض نعم أشكرك سعادة اللي وإذن الحديث معك لا يكل ولا يمل وسيتم استضافتك في أكثر من حلقة لكثير من المواضيع والمحاور طالما وأنت تلم بأشياء اليمني والشأن العربي أيضا شكرا جزيلا لك سعادة اللي وأركان حرب محمد عبدالخالق أشقوش أول ملحق عسكري في اليمن من جمهورية مصر العربية والشكر موصول لكم أينما كنم داخل وخارج الوطن دمتم الوطن دمتم مدام الوطن وقالكم حير إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر